تشتهر قرية جردو بمركز أتصاب الفيوم بتصدير محصول الملوخية إلى دول أوروبا والخليج القرية تتحول إلى خلية عمل خلال الفترة من منتصف أبريل وحتى منتصف أكتوبر بسبب زراعة الملوخية والمشروعات القائمة عليها داخل منازل بسيطة في أحدى قرى الفيوم يتجمع هؤلاء النساء يقتفون أوراق الملوخية إذاناً ببدء تصدير موسم الذهب الأخضر قرية جردو بمركز إتصاب الفيوم ودعت البطالة منذ زمن بعيد حيث يعمل الجميع في زراعة وتجميع وتقصيف وتكفيف وتعبئة الملوخية التي ذاعت شهرتها في دول أوروبا واليابان وكذا دول الخليج ومن يحش الملوخية أن يحش منها الفرزة اللي هي السفرة والطوبة مثلا العصاية حاجة كده وروح مكياسينها ويحطها على الميزان يزنوا وقفلوها بطلع من البيت الساعة تمانية بمشي من هنا الساعة أربعة بجي بشغل فيها بحش العصاية بفرزها كويس بحش العصاية الطوبة السودة الصفرة وبروح مع بيافة قلب الكيس بقى إنا سنين بمشغل أصلا في الشهرانة دي ونحن حبينها القرية تحولت إلى خلية عمل بسبب زراعة الملوخية والمشروعات القائمة عليها حتى أن أغلب نساؤها يعملوا في فصل الأوراق عن النبات وتكفيفها وتعبئتها الملوخية المنتج بتاعنا ده بيوصل لجميع دول العالم القرية مشهورة بإنتاج الملوخية القرية هي منتجة بالملوخية بكميات كبيرة الكميات دي بتوصل كل دول العالم هذا وتبدأ زراعة محصول الملوخية في منتصف شهر إبريل وحتى منتصف شهر أكتوبر فيما تبلغ إنتاجية الفدان الواحد نحو 300 كيلو ملوخية مكففة ترجمة نانسي قنقر